تبريئة واعتذار حكومي لرجل الأعمال علي غلام صاحب المصارف الثلاثة الأنصار والقابض والشرق الأوسط التي تعد من أكبر زباء بيع العملة الأجنبية وتهريبة إلى خارج العراق والتي سبق وأن أوقف البنك المركزي التعامل معها بسبب عمليات غسيل أموال عامة منهوبة في محاولة لامتصاص غضب الرأي العام في العراق عقب فضيحة عقد شركة بوابة إشتار وشرطه الجزائي الملزم لمصر في الرافدين بدفع معتبر تعويضا قدره 600 مليون دولار غلام الذي احتجز من قبل الجوازات في مطار بغداد الدولي لساعتين فقط قبل أن يطلق سراحه بطريقة وصفها النائب ماجيس شنغالي بالأسرع عالميا مذكرا بالدور المتعاظم للمال والسلطة في إفلات الفاسدين الحكوميين في العراق بعد العام 2003 علي غلام المقرب من ميليشيا العصاب يؤكد براءته بنفسه عبر بيان سارعت فضائيات تابعة لقوى الإطار التنسيق لبثه توعد فيه أطراف سياسية لم يسميها بمحاولة ابتزازه حين تفاجأ خلال مروره في مطار بغداد بوجود مذكرة منع سفر قضائي ضده مذكرة القبض تبين أنها لم تكن ضمن برنامج رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني بشأن ما قيل عن حربه ضد الفساد الحكومي بل هي استجابة لتحذير أمريكي للحكومة بوجوب الحد من عمليات دعم الإرهاب والجماعات المسلحة وفقا لعضو لجنة النزاهة النيابية هذه السلامي الذي أكد بأن لا أحد قادرا على اعتقال غلام بسبب تمتعه بدعم أحزاب متنفذة وميليشياته المسلحة في سرقة التريليونات الدنانير من أموال الضرائب العامة وهو ما أكدته صحيفة فينانشل تايمز البريطانية وأموال اعترف السوداني أنه حتى هذه اللحظة يجهل حجمها طيلة الفترة الماضية وأنا أتابع التحقيقات المخاطبات الرسمية أكفد رقم رسمي حتى تعرف شقة حجم السرقة علي غلام الذي بدأ مشوار عمله قبل سنوات بايع عملة متجول يواصل حصده مبلغ 90 مليون دولار يوميا عبر إشراك مصاريفه الثلاث في مزاد بيع العملة الأجنبية وهو ما يكشف زيف حملة السوداني ضد الفساد خاصة وأن اتلاف المالك استنكر اعتقال غلام دون أدلة كافية ووافية على حد بيان الائتلاف ترجمة نانسي قنقر